مجلس محافظة كاركوك ورغم مقاطعة الكتلتين التركمانية والعربية صوت على رفض قرار مجلس النواب العراقي القاضي بإنزال العالم الكردستاني في دوائر الدولة بالمحافظة كما صوت على ضرورة إجراء الاستفتاء في كاركوك مطالباً الحكومة العراقية الإسراع فيه صادق المجلس بالإجماع على إجراء الاستفتاء في محافظة كاركوك حسب المادة الدستورية مادة 140 الذي تنصل عنه مع الأسف حكومتين سابقتين الدكتور الجعفري وكذلك الدكتور نور المالكي ننتظر كهذا كآخر رسالة لحكومة الاتحادية بعد أن نتخذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية التركمان اعتبروا القرارات انفرادية من الجانب الكردي ولا تخدموا وحدة النسيج الاجتماعي في كاركوك وأن جميع الأحزاب رفضت قضية العالم فكيف لها أن تقبل بضم كاركوك إلى إقليم كردستان ما دم رفضت رفع العالم من قبل مجلس النواب ورفضتها كافة الأحزاب العراقية والدول الجوار تركيا، إيران، أمريكا وأمم المتحدة فكيف سيقبلون بانفصال كاركوك أو إجراء استفتاء على كاركوك وإنضمامها إلى أي إقليم العرب دعوا الأطراف كافة إلى التهديئة وترحيل القرارات والأزمات السياسية إلى مرحلة ما بعد الخلاص من داعش وتحرير المناطق المحتلة وعودة النازحين مشددين على أنهم أكثر الناس مظلومية بسبب عدم وجود تمثيل حقيقي لهم في مجلس المحافظة كل المشاكل يجب أن ترحل بعد موضوعي الترحيل وعودة النازحين وإذا بقينا هكذا بردود فعالية وتشنجات لا نحصد شيء الخلاف بين بغداد وأربيل يجب أن ينتهي حتى نرتاح نحن أهل كاركوك قرارات مجلس المحافظة جاءت متوافقا مع بيان الحزبين الرئيسيين في الإقليم حول الضرورة إجراء استفتاء على مصير كردستان إذ شكلان سوية الكتلة الأكبر في مجلس محافظة كاركوك سوران الدودي الحرة كاركو